موسيقى بس الخير من دون أي مقدمة موضوع النفايات اليوم شاغل البلد كله في صرخة كتير كبيرة فساية صفقات ما حدا عم بيقدري يفهم شي وبعض النفايات على الطرقات عم بيجتمعوا الوزراء وما عم بيلاقوا حلول رح حنطرح موضوع البيئة الليلة بس الخير أهلا وسهلا فيك مشاهل موسى حضرتك بلجنة البيئة النيابية وكمان كنت وزير سابق للبيئة أهلا وسهلا فيك ناصة ببيئة وأكيد اليوم فاعل على الأرض أهلا وسهلا فيك لجنة البيئة كمان الله يساعد مجد نواب طبنا طبطك العافي كمان النقب غسن خيبر أكيد هلأ يعني قبل الحلقة وحسين بالوجع يلي عم بتحس فيه أهلا وسهلا فيك أنتوان جبارة رئيس بلدية جديدة بيعتقد من أكبر البلديات بجبل لبنان بيفوت عليها مئات ألاف الناس كل يوم فيها بيعتقد بيسكنوا حوالي 150 ألف شخص أهلا وسهلا فيك حضرتك رئيس بلدية بنجريد بس فرية اليوم سيطة بالعالم كله أقرب يمكن منطقة لمنطقة التزلج بلبنان وأكيد عندك مسؤوليات بيئية كتير كبيلة أهلا وسهلا فيك نيدال خليل رئيس بلدية فرية أهلا فيك بدي أبلش معك معالي الوزير بموضوع النفايات تعتقد رح نوصل على حل أو معضلة مش ممكن أنه نقدر نوصل على أي حل فيها لا ما فيه ما فيه يعني أكيد أنه فينا نوصل لحل فقده الأمل للعالم وبدك تتفهمني بهذا السؤال حضرتك بلجنة البيئة نائب مفترض أنه يكون اليوم الصوت كتير عالي يعني كليا طال الزمن يعني بعدم حلول وهذا أمر عم بيطال كل الناس يعني اليوم النفايات قدام كل بيوت وعلى ما طالع كل الضياع وبالتالي يعني من المعيب أن تستمر هذه المهزن المأساة اللي عم نعيش فيها وأنه فعلا يجب أن يكون هناك حالة طوارق حالة طوارق مش مدورة عسكرية الحالة طوارق يعني بجهد إضافي وأسسنائي من قبل كل الفرقاء المعنيين من أجل حل يعني مشكل أكثر من اللي صار مجتمع الأهلي من المظاهرات لأعتصامات الكلام العالي كل الإعلام تناول هالموضوع شو بيقدروا يعملوا أكثر من هاي لا الموضوع منه موضوع فقط مجتمع أهلي هو يعني مجتمع أهلي هو حس وضغط لحل مشكلة تيخدوا مسؤولياتهم طبعا بس الأرار اليوم هو عند السلطة التنفيذية في البلد والتالي يعني هذا الموضوع يجب أن يعاد إلى نصابه أن يكون هناك أرار سياسي من قبل وما بدي حطه عند وزير معين بعينه أو أنت حكومي معين بالوقت اللي هو الأرار السياسي اليوم بإيد الحكومة المجتمعة أن ترفع هذا الأمر إلى مستوى الأولوي الكبرى وهون بدأتكون حالة الطوارئ وأن تتعاون مع كل المعنيين بلديات وغير واتحادات بحل هذه المعضلة لمعيبة بالزمن اللي بقيت فيه وبالطريقة اللي عم يكون فيها مقاربة وبإستمرار فيك تعطينا تشخيص للمشكلة طبعا طبعا المشكلة أنه وليش اليوم الجغرافية والمكان هو الأهم اليوم لأنه الخطط الموجودة وخاصة خطة الوزير أكرم الشايب هي قائمة على بندين البند الأول هو حل مؤقت من أجل تدبير الشؤون بعد التراكم الكبير اللي صار وأنسداد الأفق بهذا الموضوع المرحلة الثانية هي حلول دائمة ومستدامة فيما بعد بالتالي المشكلة اللي يكون هو بالخيار الجغرافي وهذا أمر مؤصف اليوم وكأن هذا البلد هو مقاطعات يعني محميات يعني دخلت المزهبية بموضوع النفاية يعني بدون يليقوا مكب لكل منطق أو لكل طائفي ولكل دين كليا مزهبية وطائفية وقبلي وهذا أمر مؤصف جدا هذا الأمر بده بالنهاية أرار بمكان معين يعني مكان معين هو السلطة السياسية في لبنان القوى السياسية في لبنان لأن السلطة هي مكونة أصلا من قوى فيها مواصلين بمجرد الوزراء وبالتالي بده أرار حازم بهذا الأمر من أجل الحل نفايات ما فيها تكون لا بالجو ولا بالترحيل ولا بالبحر نفايات بلد نفايات بلد هذا الشأن يعني يتعلق بسيادي معينة سيادي معنوية طبعا وطبعا حله هو على أرض هذا البلد وطبعا فيه أماكن معينة تتمتع بالمواصفات البيئية ومساحات جاسعة بعيدة عن كل يعني الناس والقرى وإلى مواصفات بيئية أن تكون مطمر صحي بمرحلة أولى من أجل ضب هذه القضية والخلاص منها بمرحلة أولى ومرحلة تانية بتفكر بي بحلول سنرجع نفوت بالخيارات اللي عندهم إيها اليوم ليقدروا يلاقوا الحل وخاصة تقصيم المناطق مثل تقصيم لبنان سعدت النائب ياريت فيك اللي ليه وصلنا لهون يعني وكأنه مفاجأة للناس وعينها بنهار ما بقى بدها تلمسوا كليل لك فيه تقاطع مرضان كبار إذا إذا الزملاء بيسمحوا تقاطع زمل مرضان كبار بلبنان الأول هو الفساد والتاني سوق الإدارة والتخطيط إذا بتجمعهم بيطلع لك الحالة المتفجرة وصلناها بدأ الفساد بفكرة كتير بسيطة برأي موجودة عند الناس الزبالة هي دهب الزبالة دهب واللي بيعرف بيئة متى هن اللي بيدروها وبالتالي المداخيل اللي كنت عم بتضر على شركات مختلفة ومنها سوكلين بمنطقة بيروت وجبل لبنان هالمداخيل اللي كتير كبيرة كان فيه مصلحة إنه ما حدا يقشطون إياها لا بالكامل ولا بالجزء فيه دراسة أمامي تعطي فكرة عن الأموال اللي عم نحكي عنها انتقلت كلفة إدارة النفات بمنطقة بيروت وجبل لبنان من عام 1994 من 3 مليون دولار ونص لوصلت 2015 ل150 مليون دولار بالسنة من 3 مليون ونص ل150 مليون دولار بالسنة هنعرف عن شو عم نحكي بالنسبة للمبالغ وبالتالي هذا سوق كتير كبير فيه مصالح بعطيك مثل اليوم عم ينطرح هاللي بيقدر يبيع محارق عنده مصلحة يجر كل البلد على إدارة نفات عبر محارق هاللي عنده تقنية تانية عم بيجرب ويسوقوا فكرة تقنية تانية هيدا للفساد الكبير ببيروت جبل لبنان المناطق الأخرى فيها مشاكل أقل يعني المدن قدرت عالجت أمورها وفيه مشاريع مضيقة وجيدة بمناطق مختلفة المشكلة التانية واللي هو مقساة أكبر من الأولى أنه فيه انعدام للتخطيط بدولة مثل لبنان بيكتل المجالات بس هي أكلف شي بموضوع البيئة لأنك بتسيء الإدارة والتخطيط مثلا بالكهرباء الناس بتركيب مطرات بتسيء التخطيط والإدارة بالماء الناس بتجيب سيتان بتسيء التخطيط والإدارة بالزبالة بتتراكم عليك وما في حل ما في خص خصة لكل مات مشكلة البيئية ما فيك تعود عنها يعني إذا لوست الأرض والمياه الجوفية ما فيك ترجع تعالجها يمكن في عندك بعض التلويث بده مائة السنين بعد لها هلأ بل كل الخبراء بيتفوتا يقولوا أنه عصارة النفاية اللي بتقدر تلوث مياه الجوفية بعد ما وست على المياه الجوفية علينا أنه نسرع في إيجاد الحلول بس روايح كلها عم بيشمها وبعض الحرق عم يعمل سرطان بأسر بالسرطان من اليوم الأول وبالتالي سوق الإدارة لهذه الدولة العالية وضياع المسئوليات لأنه بعدك اليوم أنت فيه مشكل فيه حدا مسئول كله بتتصل من المسئوليات يعني فيه تكيب بتفسر فيه سرطان ما فيه حرامية هذا جزء من الدولة اللبنانية بالدولة اللبنانية فيه مرة بتسميه تعرف قصة اللي بيزفتون الشخصين كي سوا هلأدي فيه اشتراك بالجريمة أنه ما حدا عنده مصلحة يفضح حتى تاني وفيه مغانم كان عم تتوزع هللي سمحت لمجلس الوزراء من الـ 1994 للـ 2015 يجدد لسوكلين من دون بدائل بعقود بسيطة صغيرة تعمل تعطي عقد لشركة وبتفرض على هذه الشركة تسلمك أدوات إدارة عقدة للدولة يكون في بدائل نحن وصلنا هايدي المقصة اللي وقعت على البلد أنه تزيبن شغلتان بـ 17 تنموذ لـ 2015 انتهى عقد سوكلين ما في بدائل وتسكر نفس الوقت مطمار نامي لكن عم بيطموا فيه كل أدوات الجريمة يعني النفايات شبه من دون معالجة كان كلها تنكاد بهالجورة ولبناني يفكروا أنه ماشي لحد بينما ما كان فيه تختيط كان معروف أنه رح تنفجر كان أكيد معروف للي عم بيتابع الملف كان عارف تمام أنه رح تنفجر صحيح كان فيه صرحات تطلع بمجلس الوزراء وأنه النعمة ما حافينا نكمل فيها صحيح حتى مرأنا أنهم بمجلس نواب للتعويض على البلديات وعلى المناطق بعثاءات معينة بعثاءات وحوافز الكل عارف وبالرغم نعمة مشيت هذه دولة فاشلة دولة فاشلة حكومة فاشلة فشلت الحكومات المتعاقبة في إدارة ملف بغاية الحساسية وكان من حوافزها فساد كبير وبمغانم كبيرة إما موجودة أو متوقعة اليوم فضيحة كبيرة وبعده مستمر مسلسل الفساد وبعدهم عم بفكروا يقوموا بصفقات وموضوع روسية كمان أكبر فضيحة بعد مستمر سوال إدارة بدي أعطيك مثل كتير بسيط عن سوال إدارة الزملاء الموجودين هون بتذكروا أنه الكل بيعمل إشارة لخطة الوزير أكرم شايب لإدارة النفيات ومعالجتها على مستويان مستوى آني مباشر ومستوى متوسط طويل المدى شاهد؟ نعم المستوى المتوسط طويل المدى هاللي بالخطة قالوا أنه لازم ياخد شهر سنة وثمينة شهر بدوا يتحضر فيها البلديات بتتحمل مسؤوليتها وتشكل لجنة هاي دي اللجنة بمسؤولية مباشرة من وزارة الدخلية والبلديات لأنه اليوم إذا بتطلع على القانون مين مسؤول عن إدارة النفيات؟ مش وزارة البيئة مش وزارة الزراعة البلديات بلديات لحالة وما في قانون وهذا تقصير مجلس نواب في مشروع قانون لإدارة النفيات ووضع إطار لقلو صارلو من سنة 2009 يمكن بأدراج مجلس نواب ندرس بالجنة البيئة وعالي أهلا بالجنة المشتركة ما في حدا مسؤول عن إدارة البيئة في التاني وما تركي على البلديات والله يساعد البلديات لو ما بقدر الدولة كلها تكب الحمل هني تركيه لأنه في مستفيدين بهالملاء وفي بلديات عم بتسيء إدارة النفيات إن كان بالحرق أو كب الوديان أو الكب العشوائي سب الطريق شو بدك يعملوا يعني؟ عارف كيف بدك تنحل بس في حالة ما بقدر أصفها سياس كريم في عصفورية بالسياسة بشكل عام في عصفورية أكبر بإدارة هذا القطاع حفلة جنون وحدة من حفلة جنون مشروع التسفير وسميها هيك الوزير أكرم شايب حفلة جنون من ينتركوا البلديات لحالهم لا بيعطوهم مصاري لا بيأطروهم بإطارهم قلتلك مش كلت سوق التخطيط في هيدا اللجنة بعد ما تشكلت وصل لك سبت شهر وحاطت لنفسك سنة وثمينة شهر تتمشي القطة اللي مسمينا بستدامة مع البلديات وين هي هالي جديد؟ هالي بدأت تقطر تحط إطار ولو استراتيجي عام وتساعد البلديات وتضبط البلديات وتنسع عملها هي بعدها ما ما هو جهودة بلد عصفورية رئيس بلديات الجديدة وبعرف إنه كارثة الكوارث وين بتكون تحطوهم منطقة مسكرة بعمق جبل لبنان على الساحل عندك إدارة يمكن مئة وخمسين ألف نسمة بالبداية هل هالخطة وصلت لعندكم حدا رجعكم بموضوع النفايات عرضوا عليكم أي مشروع من بعد ما خلصت الفضيحة بسوكلين؟ أبدا فيه لا فيه مش مئة وخمسين فيه خمسمائة ألف نحن مدينة بيشتغلوا فيها عنا أربع مدن صناعية 82 بانك عنا سيتي مول عنا الكسخنات بتعرف إحنا مدينة شغل بيفوت ناسها كلها بتكبز بالي بتكبز نفايات بتقيقة هايك إنه كانت العملية من عشرين سنة أخذت الدولة بتقيقة تبت علينا تفضلوا شي له طيب نحن مستعدين هاي شغلتنا بالآخر لازم فينا نشيلها بس وما نحطها الشغل الوحيدة اللي كان لازم تتأمن إنه نلاقي مطرح نحطها إنه ما فيش مطرح تحطوها طيب فيه السيء وفيه الأسوأ السيء إنك تحطها بودي السيء إنك تحطها عشاط بحر بس أسوأ إنك تخليها بين البيوت وبين الناس والأطفال والمدارس والمستشفيات رويح صور مثلا هيدا شيء أسوأ من السيء صحيح يعني عم نعيش بين السيء والأسوأ مش عم نعيش بين الشيء المليح بدك بالآخر فيه مسئولية أساسية مين المسئول مين المسئول عن هاي شغلها مين وقف مطمر النعمة بدون ما يعطي يقول للبلديات على القليلة بعد سنة أنتوا يا بلديات جهزوا حائلكم لأن لصا ما ناقصت مصاري قصت جهاز هاي يبدا جهاز يعني بدأ عمار ما كانوا يعملوا قبل الجهاز اللي كان موجود ليه ما بترجع بتستعين فيه بقى فيك ترد الناس اللي من عشرين سنة ما ماتوا العمال اللي كانوا من عشرين سنة هالجهاز هيدا بأيام زمان كان قادر يقدر يلمها النفايات هيدا كله خليك معي ما كان عم بلمها إنما كان في مكب برش حمود في مطرحة كب هلأ ني ماشي هلأ ني أنا سمحولي يومين إن كب برش حمود ما بقى عندي ولا نقطة زبالي بعض اليوم بقى ينسكروا يقولوا لي إذا بقى نخليك خليك تكب عنها خلال شهر بسكر أن المكب بطل فيها نكب لأنا عندي كمية كبيرة عم بيكبوا محولي عم بيكبوا تبقى أيام زمان كان فيه مستوعبات كونتينيرات كان فيه الكنتينيرات نحن جبناها بلدية جداية نزلت أول كونتينير وقت اللي كان ضروري نجيب كونتينير كان بوقتها فيه فراغات ما كانتش البنايات ملزقة ببعضة مثل ما هي هلأ كان فيه فراغات نحط الكنتينير بمطرح بعيد عن الناس بس هلانية تحط كونتينير قدام البيت مين بيقبل اليوم قدام البالكون طبعه نحط له كونتينير بالمقارنة مع يلي عم بيصير اليوم كان فيه نظافة وكانوا الناس يعانوا من مشكلة نفايات بأيام يلي بعد ما كانت استلمت هالشركة قبل الخمسة وتسعين الستة وتسعين نحنا وصلنا لوقت الغينا الكنتينيرات من الشارع صرنا النزل كان عندنا عمال عندنا كان 180 عامل نفايات نزل نفايات من البيوت على البيك أب ومبيك أب دغري على مكبر جحمود فيه مكبر جحمود الغينا الديبو يعني فيه جرادين يعني فيه صرصير يعني فيه وصح دغري ينزل على البيك أب وبيك أب دغري على مكبر جحمود شو كانت تكلفكم هالعملية هايدي ماشي 8 دولار كان يكلفنا الطون نحنا ملزمين سنة الخمسة وتسعين بالتي دايدي وسنة ستة وتسعين ملزمين بأربعمائة ألف دولار نفاياتنا بعد ذاك الوقت هلقات تلزيم عماليا بالمقارنة مع اليوم بالمقارنة مع اليوم اليوم كانت سوكلين كانت عم بتفوتر علينا ستة مليون دولار يعني نحنا تحصيلاتنا كلنا هذا عشر مليار يعني كل تحصيلاتنا تطلع بالآخر مش هيكي ترتفع بالمستوى لها المستوى هيدا وتحكي بالمئتين دولار والمئة وخمسين دولار بدأت تكون الرسوم عندك ارتفعت كمان بينما رسومنا نحنا بعدها مئتين ألف وثلاثمائة ألف ومئتين وخمسين ومئة وخمسين ومية وتحت المية أنه الرسوم ما تغير بعدنا بأنه الرسوم الأديم رح نرجع لك تنفهم هلأ وين صرته اليوم بهمني أعرف بس جملة المزبوط كانت أرخص على البلديات بس ينكب كل شيء بجبل صار قافة على المت أنه على البدات يعني نتيجة عدم معالجة النفايات لو كانت تفكر مثل واحد أنه شيل عن ظهره مزبوط كانت تكلف الرخيص بس المكبات العشوائية بما فيها مكب برج حمود عمل جبل زبالة ببرج حمود صار من معالب لبنان من مسؤولية مين دولة المطمر بدي يكون ريزيجول بما يتبقى لا بتحرق ولا بتطمر إلا بما يتبقى بعد ما تخفف وتدور وتسحب اللي بتقدر تستعمله وتعمل تسبيق فيه إدارة للنفايات اللبنانية كانوا محتبرين بيشيله زبالة بيكون بواب مطرة وتحول مطمر النامي اللي كان مفترض يكون مطمر مثل العوادم بعد المعالجة جورة بينكب فيها تقريبا كل شي بتاكلوا فيه زهيدة على الشركين وما بيقى مردود وربح كتير عالي وهذا جزء للفساد ما فيه دكتر صروط مع هالشركين تفضل خيش علي استاذ غسامة وحق بشغلي إنما فيه شيء أساسي إنه ما كناش بمستوينا نحن وصلنا لدرجة إنه نعمل معالجة على المستوى العام ينطلب اليوم هالمعالجة على المستوى الحالي بده طريقة شغل جديدة يعني اليوم الطرح اللي عم بيطرحوه إنه يكون يكلف الطون مئة دولار ومئة وعشرين دولار ومئة وخمسين دولار ما فيه بلدية قدرة تتحملوا من جايبتها ما قولها بلدية من البلدية الكبرى عم بيحكي بس شو بيصير هون بيصير شغلي تاني بها الحالة هاي بدك تجي تقلها للشركة اللي بده تشتغل إنه أنت شركة مش لازم تكون ناقصة بدك تعمل العمل كله نحن رح نعطيك الزبالة ما الزبالة هي المادكير بروميار هي المواد الأولية للتنوير لما عامل الكهرباء رح نعطيك إياها بلاش هاي مادكير بروميار بني خلوها بلاش بس أنت بدك تعمل لنا كهرباء نحن باللبنان مقصنا كهرباء ما لايك وضع الكهرباء باللبنان صحي في شيء اسمه التحلل الحراري عم يسمون اليوم كم شيء محارق فيه المحارق القديمة المتعرف عليها بس فيه اليوم شغل جديد اسمه التحلل الحراري فيه نشفت وفيه مثل ما وما بتضر البيئة هاي دي لبريستو لأنه اليوم حتى بقلب فيينا حد الأوبرا فيه محرقة وبتحس أنه هالمكان يلي بيعمله فيه الأسينيراسيون ما بيلوث البيئة وما بتعرف حدها بس لأنهم لأنهم عندهم تجربة أولة بالصناعة وعندهم مئة رقابة إذا بتطلع على مواصفات اتحاد الأوروبي فيه مواصفات فنية وفيه مواصفات إدارية إذا انطفل إذا انطفل فيلتر بيخربك بيعمل لك سرطان إذا ماديرا مزبوط إذا المحرقة حتى لو استعملت الحرارة تتعمل كهرباء وفيه شغلة كتير مهمة هل بدك تحرق كل شيء أو بدك ترجع تستعيد من هالنفايات قصم من البضاعة لصناعتك عاوزتها نحن ما بننتج شيء هلأ بننتج نفايات من النفايات في مجموعة كتير كبيرة من الصناعيين كانوا الكرتون أو الزيز أو الحديد وغيره محتاجين لأنه يستعيدوا جزء من هذي النفايات لإعادة تدويرها بالصناعة إذا بتحرق كل شيء وده خيار كتير خطير لا لا إذا بتحرق كل شيء ومهم إنك تحرق الجزء المتبقي تتعمل كهرباء ما في مانع وكمان بده مواصفات بس ما عندك حدا بعض يحتمواصفات ما في خطة كتير واضحة لازم تتبلوى وفي جهاز تنسيقي وفني اللي يجب يساعد البلدية لك كمان ما بتقدر تترك البلدية بتعمله كل شيء لحال وانا الأهم من هيدا كله بدك تأمن تمويل متمعبول للريس إنه حتى البلدية الكبيرة ما بتقدر تقوم بالحمل لأنه مكلف عملية التمويل عملية اللي يجب تتحضر على بصة وطنية ويصير في نقل لهذه الأموال من الموازنة العامة للبلديات بدون اقتطاعات بدون ما يصير فيه اقتطاع الطريق هي بتمويل حالة هي اسمها أور دير أور دهب دهب جامي اسمها أور دير ما هي بتمويل حالة اليوم في شركات جايتنا شركات نحنا عم تعرض علينا إنه هي خيب تشيل نفايات أبتفع شباية ديات مصاري ما هي بتربح بتربح مصاري بتربح مصاري كل ألف طون كل ألف طون كل ألف طون زبيلي نعم بيعمل خمس وعشرين بيعمل خمس وعشرين ميجا كهرباء يعني الفين وخمسمية كيلو واط هوا إذا عملت حساباتهم على سنة على ألف طون بيعملوا كده بدون هالمحطات هوا يتنفذوا يا خي ما بدى الشي بدى إرادة وبدى ناس يظهروا من الساحة اطلعتوا على الموضوع معلوم بدى ناس يظهروا من الساحة ويشيروا أوادم بدك حكام أوادم بدك حكومات تكون حكومات صارمة وحكومات تعرف الحقيقة وتمشي بالحقيقة ماش تمشي بتثبيت فلان وبترتيب فلان وفلان برا نعطيها الآن وفلان قداش حصته وحصت مين عائب خلصنا بقى هيدا وطن بدو يصير بدو يعيش وطننا ما بيعيش هيك ما بيعيش بهالشكل هيدا طال الوطن يعيش بدو يكون فيه حكومة مسؤولة عندها ضمير عم تشتغل بضمير مش عم بتسير حدا لا عم بتسير الزعيم الفلاني ولا الزعيم الفلاني المال الدولي أموال سروة الوطن سروة الوطن مفروض تكون لأهل الوطن للشعب مش لأفراد مش الترابي لفلان هيدا الموضوع اجتماعي إنساني داهم والكسارات لفلان ولفلان والسلولار لفلان ولفلان والوزع سروة الوطن عايد رايزة مشي لأشال المضبوطة هل هو تشريح لوضع الفساد ما بتقدر تحط مكنة هل قد مجوية طلع لك شغل نظيف طيب رح نحن نرجع نتابع بدي أعرف بتجربتك بكسر وين خاصة أنت بمنطقة فيها كتير ماي كيف تصرفته وين كن اليوم والاتحاد كيف عالج هذه العملية مع احترامي للأراء كلها نعم أنا بالنسبة للي اللي شايفوا أنه المشكل منا هي بالنفايات المشكل أنه ما في دولة يعني نحن هلأ تتلاقي حل كيف بدك تعالج النفايات بتجيب خبراء أحسن خبراء بالعالم بتجيبهم بتقلهم طعوا الولي كيف بدك عالج النفايات هذا الكل كلنا عم نقوله هذا الكل كلنا عم نقوله أنه الدولة غيبة وما في إرادة مقصرة إذا بتسمح لي وأنا بقول كمين عن سؤنية في ناس مستفدين خلينا أقول نحن اليوم كيف بدك نعالج النفايات أنا محامي ما أنه اختصاصي بس أنا بعرف بس كيف بدك عالج النفايات ما أنه اختصاصي في ناس مختصين لهالموضوع بتجيبهم بتقلهم طعوا لقولي حل جبتهم عود الناس وقلت لهم لقولي حل هل رح يتطبق الحل اليوم أنت عيش ببلد نحن كلنا عايشين ببلد في قوينين بس ما في تطبيق القوينين في اسم دولي بس عمليا ما في دولي الناس كلها والبلدين كلها أو بتتطور أو بتبقى محلة نحن حتى تنرجع الوراء تنحل مشكلتنا مثل ما كنا نحلة قبل الـ 94 ما عم نعرف نرجع الوراء يعني بفهم أنه نحن نفهم أنه ما منتطور نفهم أنه مندلنا محلنا بس أنه نرجع الوراء حتى حتى رجعتنا الوراء ما عم نعرف نرجع اليوم كيف بدك تعالج موضوع نفايات أو غير نفايات إذا حضرت النايب بيقلك خيب نجلس النواب ما عم يعملوا شيء وإذا الوزارة مخصر 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 أوكي وإذا الوزارة الوزارة بقلب الوزارة بعشواء بيتظاهروا ضد الوزارة طب عند مين بدكتروه وحد بيعتكف وحد وزير الوصاية بيغض النظر بيعتكف أو لا إذا هني عند مين بدكتروه إذا مجلس النواب بيقلك إذا من أهم نواب البلد أستاذ غسان مخيبر اللي نحن بنحترمه ونقدره بيقلك مجلس النواب مقصر إذا بيقلك الحكومة فاشلة طب عند مين بدكتروه تتطبق الإنون في إنون مين بدون يزبطون مين بدون يزبطون يعني المشكلة هذا سؤال كبير المتروح هذا هو المشكل المشكل منى بالنفايات النفايات مشكلة النظام مجلس النواب مجلس النواب بيحطها على الحكومة بقلب الحكومة هاي الوزير بيحطها على هديك الوزير بس تسكر معهم بيعملوا محضر ببلدية محضر زابط ببلدية إنه حرقة نفايات طب هاي دي البلدية بغض النظر مين ما هي لحرقة نفايات شو بتعمل بالنفايات أنا رئيس بلدية بفريا ما في عندي مكب ممنوع يكون في مكب بفريا لأن إذا بده يكون في مكب بفريا بتتلوّس كل المنطقة إذا تركت الزبالي على الأرض بتتلوّس كل المنطقة لأنه من وين بيشرب من وين بيشرب كسروين من وين بيشرب جزء من المتن بيشرب من مية فريا إذا أنا تركت الزبالي بفريا رح تتلوّس الماء وإذا حرقنا الزبالي بفريا رح يتلوّس الجو وإذا اطمرنا الزبالي بفريا رح يروح الماء رح تروح الماء شو بنقول بالزبالي أنا رح أعطيك مثل فريا شو بنعمل بالزبالي؟ الناس عم تتخبى أو البلديات عم تتخبى وراء أصبعها لأنهم عم يخافوا يقولوا الحقيقة الحقيقة أنه مثل ما صار فيه مافيا بالموتورية الكهرباء مثل ما فيه مافيا بسهريج الماء مثل ما تفضل استيس غسان ويل فيه صار مافيا بالزبالي يعني اليوم إذا كانت تكلف أول مافيا كانت سوكلين لو افترضنا نقلة الزبالي من كلفة الطون من كلفة سنوية 4 مليون إلى 130 مليون مثل ما تفضل وقال دكتور غسان مثل ما كانت كلفة الكهرباء بمبلغ معين وصار ضرب عشرة اليوم حتى كلفة سوكلين اللي كانت بلديات كسروين أنا أحكيك عن بلديات كسروين وبحكيك عن بلديات فرايا صارنا عم ندفع ثلاث مرات كلفة سوكلين يعني عم بوصلوك عم حل تترحم عسوكلين يعني هذه الشغلة ملنا جايزة ويقولوا لك نحنا البيئة بيئة وين ليش نحنا بنعرف هلأ وين عم يكبوا الزبالي حدا بيقدر يقول هالزبالي اللي عم تطلع من حيالة ضاعة من كسروين عم تنكب حدا بيعرف وين يعني نحنا بالليل إذا ما بعثنا دوريات كل ليلة يعملوا حرس على كميونيت الزبالي بيجي من غير ضاعة شركة بتكون أخدي الزبالي تتلمها من غير ضاعة بتجي بتكبها بفرية نحنا بنكون ملازمين شركة تتشيل الزبالي من عنا بتروح بتكبها بغير ضاعة اللي صار انه عم يتحكوا عن الناس الحكومة تتهرب من مسؤوليتها ومجلس النواب تهرب من مسؤوليته بيجي آخر شي بيعملوا محضر زابط مثل اليوم عم بتطلع عم له محضر زابط ببلدية مجد اليون أو ما بفق أي بلدية انه حرقة نفية طب شو بيعملوا بالنفية الناس بتقوم على رئيس البلدية وأعضل بلدية انت ما عم تشلنا الزبالي إكلتنا جردين هني مبتعرفي بس بتطلعوا بتشوف الزبالي بس اللي معه حق الوحيد اللي معه حق هو الناس لأنه هاودي الشعب منهم بالمسؤولية المسؤولية تبلش تدريجيا هاودي الجماعة عم يدفعوا ضريبة إذا كانت صغيرة أو كبيرة عم يدفعوا ضريبة تتشلهم الزبالي مش هني تحددوا الزبالي نحنا وجباتنا نشيل الزبالي لما ينا الزبالي جمعناها بمحل هاي المحل بدنا نشيلها ألوين حرقناها بيعملوا محضر زابط رحنا تنكبها بغير ضائعة بيتيجي تضائعة تانية بتقتلنا تنحطها بالبحر نحنا ما فينا نحطها بالبحر تنعلجها إذا بدنا ناخد فرية كيف بدك تفرز النفية بفرية بالتلج مثلا أو بالشتي أعطيني حل قل لي كيف ممكن تفرزهم يعني نحنا ما في عنا وادة تنكب فيه ولو عنا وادة إذا كباينا فيه ما منقدر نرجع للمه اللي عم يصير أعطيك مثل صغير عندك 52 بلدية بكسروين يمكن تكون فرية من البلدية الصغيرة فيهم بس في عندك بلديات كبيرة مثلا تبرجوني عندك 300 ألف دولار بيدفعوا بالشهر لشركة تتشلهم النفايات 300 ألف هاي دي بلدية وحدة يمكن الزوء تكون تدفع 100 أو 200 ألف بس إذا جمعتهم كلهم سوى البلديات وعملت معدل 40 ألف ضرب 50 بلدية بيطلع عندك مليونين دولار تقريبا بالشهر هاي دي بكسروين تقريبا مليونين دولار خلينا في دربهم بسبعة بيطلعوا 14 مليون دولار اللي احنا عم ندفعهم هلأ بس تنكب الزبالة تنلوس البيئة بلدية كسروين تتلوس البيئة عم تدفع 14 مليون دولار تتلوس البيئة لأنه حدا يسأل تجي الدولة إذا المالنا موجودة تسأل وين عم بيروحوا الزبالة؟ يجوا يسألوا بدلما يجوا يضحقوا عن الناس دكتور ورون بس كريم يمكن نتيجة حجم المشكل اللي هو حجم كبير على كل الصعود عندي انتباع أنا من فترة طويلة من الزمن عم يشوفوا اليوم على كل المحلات أنه في تقاظف كرة من جهة لجهة ومن واحد لواحد كأنه المسؤولية سايرة كل واحد عم يكبع على آخر اثنين كترة النظريات التقنية بموضوع كتير بسيط وسؤال كتير اللي يجب يعني ببساطة اللي يجب 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 عليه هو أنه حل النفايات الموجود اليوم بمطالع الضياع على أبواب الليوت هيا المطلوب والمطلوب هذا اللي بيهمه المشاهد اليوم يعني والمفترض هل حط الموضوع بين يصابه نعم مفترض شغلتين في أمور مسؤولة عندنا البلديات وهي الجماع والكنس البلديات مش مسؤولة وما فيها لا تعمل وضعية بكل ضيعة يعني هذه المركزية الزبالة بكل الضياع النفايات بكل الضياع هذا أمر موسيق يعني تعداد المكبات بكل الضياع أمر موسيق اثنين مين بيع فيها عمل رقابي هل عم بيقول أنه ما بيقدروا في استعالة ببعض المناطق كليا أنه ميني البلدية اليوم اللي عندها قدرة وكان بلدية يمكن الكبار مين البق اللي عنده قدرة رقابة ومواكبة لهذا الموضوع تكون ضمن المواصفات الصحية بالمطامر ما فيه بالتالي لا هذه مسؤولية الدولة مسؤولية الدولة بقواها السياسية أبما يكون بوزير أو بوزارة معينة بقواها السياسية أن يكون هناك محلات أماكن جرافية من أجل المطامر موزعة بشكل مدروس وبيئيا مدروس وصحيا مدروس تحتى تحل مشكلة يعني استيعاب هلأ البلديات واجبها تعمل جمع وكأنس وفارز أيضا بأماكن معينة هذا واجب بس نحن ما فينا نقول للبلدية ضمن إمكانيات مالية متواضعة وضمن عدم قدرة تقنية على المواكبة أن أنت مسؤولة عن هذه المواضيع هذه مسؤولية الدولة بحجم لك بالبالغ بمؤسساتها كلها ورح ناخد بريك لو سمحت أعلن نرجع من بعض ونتابع هالنقاش هيدا المهم جدا وبدي أعرف منك إذا في مسح للمناطق اللبنينية وين في إمكانية أنه يكون في مكبات أو مطامن بس من بعد هالبريك الإعلاني خليكم معنا موضوعنا البيئة اشتركوا في القناة